روح ليه تصريح وتعليق والتصريح اللي معانا وبعد إعلان نادي الصفقيس التونسي التعاقد مع لعب الأهلي محمد أضوي كريستو اتكلم جوهر العبار المتحدث الرسمي لنادي الصفقيس التونسي عن كواليس الصفقة وقال اتفقنا معه الأهلي على التعاقد مع كريستو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل مع وجود بند بأحقية الشرع وقال عندنا علاقة طيبة دايما مع النادي الأهلي ونحب التعامل معه في الصفقات بشكل دائم ويحق لنا شراء كريستو بعد نهاية أعارته مقابل مليون دولار وده هو الاتفاق المبرم بيننا وبين النادي الأهلي ده كان تصريح من الصفقيس التونسي ان بعد نهاية العرب يحق ليهم ان هما يشتروا كريستو مقابل مليون دولار من النادي الأهلي اشتركوا في القناة